المسائية من الميادين وفي عنوين ملفها الوحيد للليلة اعتداء اسرائيلي جديد يستهدف مرفأ اللاذقية بعد تطويره وإعادة تأهيله بالكامل أي مبرر للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية استهداف متكرر لميناء تجاري لا لمواقع عسكرية ولا لشحنات أسلحة فما الأهداف الحقيقية للاعتداءات في التصدي للهجمات الإسرائيلية ما هي قدرة الدفاعات الجوية السورية وماذا عن المنظومة الصاروخية الروسية في قاعدة حميني مساء الخير تقرر اسرائيل أن تهاجم الأراضي السورية أن تعتدي على سيادة بلد حر مستقل وتنفذ تجرؤ قوات الاحتلال على عدوانها لأنها تعلم أنها محمية بغطاء أمريكي وأنها خارج المحاسبة الدولية والأممية مهما انتهكت من القوانين والأعراف للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل العالم تقصف تل أبيب للمرة الثانية خلال شهر ميناء اللاذقية حيث الممر الأساسي للمواد الغذائية إلى سوريا المحاصرة بفعل قانون العقوبات الأمريكي قيصر لطالما تذرعت اسرائيل في أي عدوان على سوريا بأنها تستهدف مقار إيرانية أو سلاحا لحزب الله لكن الصور المباشرة من هناك تكشف كل الحقائق بأن ما دمرته اسرائيل كان حاويات للمواد الغذائية للشعب السوري لقد بات واضحا أن الهدف الإسرائيلي من تدمير مرافق سوريا الحيوية هو عدم السماح لها بالنهوض من جديد وإعادة إعمار البلد وتحسين ظروف معيشة المواطنين وهنا تكثر الأسئلة بشأن هذه العنجهية والصمت المريب للمجتمع الدولي وعدم تحركه لمنعها كما عن سبب موقف موسكو منها وخصوصا بوجود القاعدة العسكرية الروسية القريبة من الميناء المستهدف فهل المطلوب جر سوريا إلى مسار المطبعين من دون مطالبتها باستعادة أرضها في الجولان المحتل هذه العنوين وزوايا النقاش نطرحها على ضيوفنا في مسائية الليلة من دمشق نضم إلينا البحث في شؤون الإسرائيلية دكتور تحسين الحلبي مساء الخير دكتور تحسين وهنا في السيديو الميادين نضم إلينا مدير مركز دال للإعلام الأستاذ فايصل عبدالسات المساء الخير أستاذ فايصل على أن تنضم إلينا بعد قليل من موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية السيدة إلينا سوبونينا إذن أهلا بكم وضيوفنا الكرام وبما ننضم وسينضم إلينا بعد قليل إذن قصفت الصواريخ الإسرائيلية مرفأ اللاذقية السوري للمرة الثانية خلال شهر العدوان يؤسس لدور إسرائيلي يستكمل قانون قيصر وتبعات حصاره في ضرب اقتصاد سوريا واستنزافه التقرير لديما نصف ست ساعات لإطفاء النيران التي أتت على معظم حاويات مرفأ اللاذقية الصواريخ الإسرائيلية التي جاءت عبر البحر لم تجد ما يعترضها من الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم القريبة عدوان ثان على شريان سوريا الاقتصادي الأساسي خلال شهر من دون ضوء أخضر أمريكي لم يكن لإسرائيل أن توسع بانك أهدافها لتطال اعتداءاتها منشآت اقتصادية بأهمية مرفأ اللاذقية إسرائيل تعود تقصير قانون قيصر بفعل الانفتاح العربي على السوريا الضربة هذه المرة استهدفت الاقتصاد السوري الذي يحاول التكيف مع تبعات الحصار عبر الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العمل في بوابته البحرية وذلك بالتوازي مع استخدام المعابر البرية في البكمال مع العراق ونصيب مع الأردن بعمليات تجارية من شأنها دعم الاقتصاد المنهكي والمستنزفي منذ عشر سنوات وفي رسائلها الإقليمية توضح إسرائيل أنها غير معنية بأي انفتاح عربي على سوريا حتى من أكثر الدول اهتمام بالتطبيع معها دولة الاحتلال تكرس معادلات جديدة بما يتجاوز ذريعتها الأثيرة بضرب إهداف إيرانية على الأراضي السورية وباستباق أي مشروع تجاري يربط بين دول المنطقة وتدمير كل المرافئ التي تمثل منافسة لها مشروع إعادة تأهيل ميناء اللذقية وربطه بميناء البصرة في العراق وميناء الخمي في إيران الذي أطلق قبل عامين سيقود مشاريع إسرائيل الاقتصادية والأدوار الاقتصادية التي رسمتها للمنطقة لجرها إلى التطبيع معها بعد إنهاك هذه الدول اقتصاديا على غرار السيناريو السوداني العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللذقية هو قرار أمريكي إسرائيلي مشترك وبما يتعدى تقويض الحضور الإيراني في سوريا الهدف اليوم هو الإبقاء على استنزاف الدولة السورية ومواردها لمنع أي إمكانية للنهوض بعد عشر سنوات من الحرب ودمشق تعرف ذلك جيداً ليبقى السؤال عن سبل المواجهة ديمان ناصيف ديماشق الميادين مجدد الترحيب بضيوفنا وأبدأ معك دكتور تحسين الحلبي من ديمشق نحن نتحدث عن استهداف الشريان الحيوي لتعافي سوريا للمرة الثانية في شهر لهذا الميناء التجاري اللاذقية إذا غصنا وبحثنا بالأهداف الحقيقية نتحدث اقتصادياً أمنياً وكذلك استراتيجياً ما هي الأهداف الإسرائيلية من هذه الاعتداءات؟ يعني دعيني أبدأ بالتعريف الذي يضعه مركز أبحاث متفيم المختص بشؤون الشرق الأوسط المختص بشؤون الإقليمية وهو مركز أبحاث إسرائيلي يعرف ما يسمى بالمعركة بين الحروب يعني بهذا الشكل الذي تقوم به إسرائيل بالاعتداءات على الأراضي السورية تحت حجج مختلفة يقول أن هذه الاستراتيجية تفترض أن من مصلحة إسرائيل أن تختبر أولاً قدرة سوريا العسكرية قدرتها على الصد على الدفاع الجوي لكي تحسن إسرائيل قدرتها بالردع هذا من ناحية من ناحية أخرى هذا بحد ذاته تحت ذريعة أن هناك نوع من الدعم الإيراني بالأسلحة وغير الأسلحة ولا بد من إيقافه وهي تستهدف مثل هذه المواقع التي تجد فيها وجوداً لهذا الدعم الإيراني أو دعماً لحزب الله هذه الحجج الواهية في الواقع هدفها الأساسي بشكل كامل هو اختبار القدرة الدفاعية السورية من أولها لآخرها النحية الثانية نوع من الاستمرار بالحرب على سوريا والذي بدأت إسرائيل منذ عام 2012 بتدخلاتها المختلفة حتى أنها طبقت هذه الاستراتيجية غارة المعركة بين الحروب منذ أربع خمس سنوات تقريباً وبالتالي حتى مركز ميت فيم يقول هل نجحت إسرائيل بتحقيق غاياتها من هذه الاستراتيجية المعركة بين الحروب يقول لا في الحقيقة على المستوى العملياني لا وعلى مستوى بعيد المدى لا لأن الجميع يرى أن سوريا ازدادت قدراتها العسكرية وأن هناك دولة مثل روسيا تقدم لها السلاح ودولة مثل إيران ما تزال تقدم لها السلاح ولا تستطيع كل الأكمار الصناعية أن تعطي إسرائيل أن متى وصلت هذه الأسلحة ومتى يمكن أن تكون ولكن في سؤال أساسي استمرار هذا الاستهداف وهذه المرة نحن نتحدث ليس على حجج بنية بالنسبة لقواعد عسكرية نحن نتحدث عن ميناء تجاري صرف وهنا الدلالة الكبرى كيف تردع إسرائيل لأن المسؤولين السوريين يقولون أن لدمشق الآن أولويات تحرير الأرض والقضاء على الإرهاب وأخراج المحتلين الرد على الاعتداءات الإسرائيلية كيف يجب أن يكون لخلق معادلة أخرى لكي لا تستبيح سيادة الأراضي السورية مرارا وتكرارا وهذا هو سؤال اليوم الشارع السوري كيف تردع دمشق إسرائيل دون أدنى شك بتقدير سوريا ومحور المقاومة الآن ينتهي سياسة الصبر الاستراتيجي لأنه حتى الآن هو يصد هو يدافع هو لا يبادر هذا صحيح لكن متى سيبادر هنا مسألة متى يمكن أن يفك الصبر الاستراتيجي للبدء بالمبادرة من ناحية أخرى من الواضح تماما أن محدودية هذه الغارات وأهدافها في داخل سوريا كمان أيضا واضحة حين ترافقت مع دعوة نفتالي بنت إلى توسيع الاستيطان في الجولان أيضا من مصلحة نفتالي بنت إعطاء المستوطنين رسالة بأنه لا تخافوا من سوريا إن استوطنتم في الجولان عدد المستوطنين في الجولان حتى الآن لا يزيد على 24 ألف مستوطن يزيد عليهم أهلنا في الجولان العرب السوريون بعددهم 35 ألف إذن لماذا لا يزيد عدد المستوطنين حتى مع الدعاية لمستوطنة ترامب التي كانت مستوطنة سابقة ومهجورة وفيها عدة كارفانات فقط هنا تكمن مسألة مهمة للاستراتيجية الإسرائيلية في الاستيطان في الجولان لا أحد يتجاوب لماذا؟ لأنه يعرفون أن سوريا تعد نفسها لحرب أو لكل الوسائل من أجل استعادة الجولان العربي السوري ويجدون أن العالم كله يعترف بأن هذا الجولان محتلا وسيعود إلى سوريا دكتور تحسين باستراتيجية دمشق ولأنك ربطت بالتزام مع دعوة بنت لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل ولكن لأنك ذكرت الصبر الاستراتيجي وعن حلفاء يعني كما تصفهم دمشق حلفاء بالنسبة لهم وهنا أنتقل إليك سيدة إلينا وأهلا بك في مسائية الليلة بطبيعة الحال كمحللة وباحثة واستراتيجية روسية نبدأ معك بما توقف عند انتقادات صريحة لموسكو بالشارع السوري وهذا ما تم انتشار ويمكن وعبر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي تم تناقلها كثرت التساؤلات والتعليقات عن كثرة هذه الغارات وتحديدا عن ميناء اللبقية الذي يبعد فقط بين 15 أو 20 كيلو مترا عن قاعدة حميمين عدم تصدي نتحدث روسيا موسكو لهذه الصواريخ لهذه الاعتداء وهذه الهجمات أيضا كيف يفسر ويبرر هذا السلوك الروسي أو الصمت الروسي حتى الآن مساء الخيرة علينا نتحدث عن السلوك الإسرائيلي وهذا السلوك غير مقبول بوجهة نظر روسيا لأن هذه الضربات هي تنتهك سيادة سوريا وأنتم تسألون هل تستطيع روسيا أن تفعل أكثر مما تفعله عبر قنوات ديبلوماسية وسياسية أعتقد أن روسيا لن تزال حذرة لأنها تريد أن تق في موقعها السابق وهو يسمح لها بالتعاون مع جميع القوى المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط ولكن لنتذكر بداية هذا الشهر كما تعلمون يمكن وزير خارجية روسيا سيد سيرجي لابروب كان يخطط بزيارته إلى إسرائيل ببداية الشهر وتعجل كانت أسباب لتأجيل هذه الزيارة رسميا قيل بأن هذه الزيارة قد تم تأجيلها بأسباب تقنية بأسباب يتعلق بصحة وزير وإلى آخر ولكن معلوماتي تقول أن تأجيل هذه الزيارة ممكن أن يكون مرتبط بعدم الارتياح الروسي بسبب الضربات المستمرة من قبل إسرائيليين على سوريا أكثر من ذلك كانت بعض التسريبات تشير إلى أن إسرائيليين كانوا ممكن أن يخططوا مثل هذه الضربات أثناء زيارة الوزير في إسرائيل فهذا الأمر كان غير مقبول بوجهة نظر روسيا فهذا هو جواب روسيا تتصرف عبر قنوات ديبلوماسية وسياسية واستخباراتية وتعبر عن عدم ارتياح سيدة إلينا هذا هو الموقف نتحدث بمعطيات لأنه ما ذكرته مهم جدا كان في نية إسرائيلية باستهداف وشنهجوم أثناء تواجد الوزير في تل أبيب باستهداف الأراضي السورية لماذا؟ وكأنها تقول هذه بموافقة أو بغطرف روسي عن هذه الهجمات؟ كانت في تسريبات تشير إلى أن إسرائيليين كانوا ممكن أن يستغل هذا الوجود بعد الأحيان أكيد أنه لم تكن هناك موافقة روسيا على مثل هذه الضربات وما كانت هناك أي موافقة ولكن بمجرد حدوث هذه الضربات من خلال وجود الوزير كان ممكن يفسر بهذا الشكل فلتجنب هذا السيناريو يمكن تم تأجيل هذه الزيارة وعلى كل تأجيل هذه الزيارة ودليل لعدم الارتياح الروسي من هذه الضربات المستمرة ممتاز إذن أستاذ فايصل استمعنا إلى وجهة نظر الدكتور تحسين بما تحدث عنه بالأهداف التي تكمل وراء هذا الإمعان باستهداف ميناء اللاذقية يعني كما قلنا إسرائيل كانت تبرر بحجج بقصف باعتداء وغارات بأنها تستهدف مواقع عسكرية إيرانية أو نقل سلاح لحزب الله اليوم الإمعان الإسرائيلي باستهداف ميناء تجار صرف كيف قرأت هذا الهجوم وهل أقنعك بما تفضلت به السيدة إلينا بالموقف الروسي الرسمي اتجاه هذه الاعتداءات مساء الخير إلك ولضيفيك ولكل المشاهدين وتحياتي للشعب السوري الذي يتحمل الكثير الكثير من العذابات في ظل هذه الظروف القاهرة تأتي مثل هذه الاعتداءات لتدمر أيضا منشأة حيوية يعني من شأنها أن تغرق السوق السورية بالواردات والصادرات وإحياء الموضوع التجاري على كل المستويات للأسف الشديد وكأن هناك أمرا متعمدا بأن تبقى مثل هذه الاعتداءات موجودة على سوريا كلما ارتاحت سوريا شيئا ما كلما رأينا أن هناك هجمة إسرائيلية تستهدف قطاعات حيوية كان في السابق البعض يقول أن الاعتداءات الإسرائيلية كانت تستهدف قواعد عسكرية أو قوافل عسكرية أو مواقع الحزب الله أو مواقع للحرس السوري الإيراني أو الحشد الشعبي إلى آخره إلى آخره وطبعا كل هذه الدرائع هي غير مقنعة أولا لأنها تنتهك سيادة الدولة وليس لإسرائيل أي علاقة من مثل هذا الأمر فيما يجري في سوريا سوى أنه كان تدخل لجانب جماعات الإرهابية كلما شعروا بالإرباك وشعلوا بأنهم يعني مسيطر عليهم من قبل قوات السورية كان تأتي الاعتداءات الإسرائيلية لتعطي دفعا جديدا لهذه الجماعات الإرهابية وكنا نرى أن الصمت الروسي في أغلب الأحيان وكأنه كان مبررا تجاه أنه لا يستهدف أي شيء مما له علاقة بالتواجد الروسي في سوريا وكأن هذا التحالف بين روسيا وسوريا ليس له علاقة سوى بالشأن الداخلي الروسي السوري الذي متعلق بالجماعات الإرهابية الموجودة في بعض الأراضي السورية وهنا رأينا المفارقة بالأمس يعني هذا الاعتداء أو فجر اليوم رأينا كيف أن الطيران الروسي يقصب في إدلب على سبيل المثال في حين أن المطلوب من روسيا أيضا أن تكون حامية للأراضي السورية بموجب التحالف الموجود وهذه الأسئلة يطرحها السوريون لست أنا من أطرحها يتساءل كثيرون يعني كيف يمكن أن تكون القاعدة الروسية الأساس في سوريا على مقربة من مرفأ اللاذقية ويتعرض للعدوان مرتين خلال أسبوعين وكل المشاهد يعني برهنت للجميع وكان الجميع يشاهد هذه المشاهد أنها استهدفت مجمعات الحاويات التي تحتوي على مواد هائلة يحتاجها الشعب السوري الذي تفضلت به السيدة من روسيا قد لا يبدو مقنعا لوجهة نظر يعني من يريد أن يكون لروسيا هذا الموقع الحيوي والموقع الكبير في المنطقة باعتبار أن هذا الحلف الذي ترتبط فيه روسيا مع كثير من دول المنطقة يجب أن يكون أيضا فيما له علاقة بالتهديد الدائم قبل العدو الإسرائيلي أو التهديد الدائم من قبل الأمريكيين أو الاحتلال الأمريكي في المنطقة فمما لا يفهم حتى هذه اللحظة كيف أن هذا الأمر وكأن الروسي يقول بشكل أو بآخر أن ما تقوم به إسرائيل هو مقبولا أو متفهما لدى القيادة الروسية جل ما نفعله أن نصف أن هذا السلوك غير مقبول في حين أن هذا الأمر هو عدماء عدوان بكل ما للكلمة من معنى هو يمس سيادة الدولة مفترض أنها ترتبط بحلف استراتيجي مع روسيا مفترض أن روسيا يعني صوتت الكثير من المرات في مجلس الأمن الدولي في حق النقد الفيتو لقاء يعني ما له علاقة بسوريا وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل نرى أن هناك تجازبات في الموقف الروسي مما يثير الكثير من الأسئلة أما ما قاله الأستاذ تحسين في مسألة الصبر استراتيجي طبعا هذا الأمر قد يكون بعض الأحيان مبررا حتى لا نريد أن نحمل القيادة السورية لكن هذا لا يعني أننا نتحدث بحريتنا عن أن هذا الأمر بات يشكل الكثير من الإحراج أمام الرأي العام صحيح أننا لا ندعو الآن إلى شأن حرب شاملة ولسنا نحن من يقرر مثل هذا الأمر لكن هذا التفاهم هذا ما تريده تل أبيب تحديدا هذا التوقيت الإنجرار هو محاولة جرر سوريا لخيار من اثنين أما خيار الحرب الشاملة في ظل هذا الواقع المرير الذي تعيشه سوريا أو أخذ سوريا إلى ما يعني تفعله الدول العربية وهنا نسأل لماذا هذا الصمت المريب على المستوى الدولي لماذا هذا الصمت المريب على المستوى العربي لماذا هذا الصمت المريب على المستوى الإسلامي في ظل هذه الاعتداءات المتكررة طيب إذا كان هناك من مواقف متناقدة أو مواقف منتقدة لبعض ما يجري في سوريا لكن هذا الأمر يتعلق بعدوان إسرائيلي يستهدف قطاعات حيوية وتكرر الأمر أكثر من مرة ولا نرى أي صوتا في العالم العربي ولا أي صوت في العالم الإسلامي ولا أي صوت في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكأن هذا الأمر مطلوب أن يستمر على هذه الوتيرة طيب ماذا لو تقرر شيء ما غير ذلك بمعنى أن تفلت الأمور من عقالها وأن نذهب إلى حرب ضروس في هذه المنطقة وأن يهدد السلم الإقليمي والسلم الدولي عبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى من هنا أو هناك هذا ما تريده بعض الدول هذا ما يريده المجتمع الدولي أو أن هذا المجتمع الدولي يجب عليه أن يكون له موقفا حاسما فيما له من عدوان متكرر تقوم به لأن القرار أستاذ قيصر نحن نتحدث عن استراتيجية واضحة بتدمير الدولة السورية هذا أمر آخر طبعا بعد الحرب العسكرية والميدانية كان هناك الحرب الاقتصادية وسيف السلاح أو سلاح العقوبات وقانون قيصر ولكن نحن نتحدث عن قرار أمريكي إسرائيلي مشترك والحماية الأمريكية لإسرائيل لتتوسع بعضوانها على سوريا وأراضها وهنا اسمح لي دكتور تحسين هل هذا الاستهداف يمكن القول بأنه يتعدى الحضور الإيراني في سوريا وإذا كنا نتحدث بالهدف الأساسي استمرار استنزاف الدولة السورية بمواردها وقدراتها عدم قدرتها يعني جعلها مشلولة كي لا تستطيع النهوض من جديد بعد عشر سنوات من الحرب هنا ما هي استراتيجية سوريا نتحدث ليست لوحدها بل مع حلفائها إن كانوا الروس أو حتى مع إيران وحتى مع قوى كبرى مثلا مطلسين وروسيا وحركات مقاومة العوامل والمرتكزات لسبل المواجهة بالنسبة لها بتقديري من الواضح تماما هذا السؤال مهم جدا أولا من المعروف تماما أن هذا المحور والمتحالف مع روسيا ضد الإرهاب كما تفضل الدكتور فيصل فعلا ضد المجموعات الإرهابية يعني أن كل تدخل لإسرائيل هو يخدم المجموعات الإرهابية لأنه يشجعها لأنه يبلغها برسائل بأنه على استعداد لضرب أي هدف بسوريا من أجل أن تنجحها في تحقيق أهدافها من أجل أن تبقى في عمليتها الإرهابية هذا ما جرى في جنوب سوريا عند درعة حين تحركت مجموعات تابعة للمخابرات الإسرائيلية وحين تتحرك مجموعات في إدلب أيضا إذن ضمن مبدأ أساسي وواقعي موضوعي أن أي ضعف يمكن أن يحدث لسوريا نتيجة هذه الغارات سيؤدي إلى ضعف أيضا عند روسيا في حربها على الإرهاب لأنه سيزيد من مجموعات الإرهاب أكثر فأكثر العمل الإسرائيلي العدوان هذا يشكل نوعا من التجيع على اتساع المجموعات الإرهابية في عمليتها إذن حين توقفت بعض الدول العربية الآن عن أن تدعم الإرهاب بهذا الشكل العلني الذي يماثل الشكل الإسرائيلي الآن بقيت إسرائيل لوحدها في الساحة تقول للمجموعات الإرهابية أنها هي الوصية عليهم وأنها هي التي تحركهم وتقوم بدلا منهم بضرب أهداف كثيرة لقد جرت عمليات إرهابية من بعض المجموعات لضرب الاقتصاد السوري أيضا وهذه العملية ضد اللاذقية هي أيضا لضرب الاقتصاد السوري إذن هذا العمل الإسرائيلي يتمم عمل المجموعات الإرهابية هنا تكمن المسألة هذا الاستهداف هو أيضا يضعف إيران إيران التي تعد القاعد المركزي الأكبر لهذا المحور المقاومة والتي تشن عليها حملة ضخمة إسرائيل لكي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى شن حرب مباشرة عليها إذن بتقديري نعم هناك شيء يجب على روسيا أن توضحه وهو إذا كنت تقومين إذا كانت روسيا تقوم بعمليات إغارة على إدلب طيب مع هذه أشكال العدوان الإسرائيلية هذه تشجع تلك المجموعات في إدلب يعني والمجموعات في درعة وموجود يعني وجود روسي حقيقي من أجل التسويات ومن أجل ضرب الإرهاب ومن أجل التخلص من الإرهاب إذن كل عملية تخلص من الإرهاب يجب أن تؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي لأن العدوان الإسرائيلي يشكل في الواقع تشجيعا للمجموعات الإرهابية وهذا يعطي أعباء جديدة حتى للوجود الروسي العسكري على الأرض السورية يعني أعباء جديدة كما ذكر على سوريا وحلفائها سيدة إلينا نحن نتحدث عن مخطط أساسي غربي برعاية أمريكية لدمج إسرائيل في المنطقة اقتصاديا وهنا نتحدث عن دلالة الاستهداف للمكان للميناء التجاري تحديدا اللذقية وسياسيا عبر اتفاقيات التطبيع ولكن هذه المشاريع الإسرائيلية من تدعو إلى تنفيذها من خلفها الولايات المتحدة الأمريكية يعني عبر خلق الفرص لما يقال مخطط بناء قناة بنغوريون بديلة عن قناة السويس أيضا اتفاقيات التطبيع التي تفشل أو تعرقل أي مشروع وربط ميناء كما يقال تحديدا ميناء اللذقية بميناء البصرة وكذلك ميناء الإمام الخميني في إيران وفي محاولة لربط بالمقابل اقتصاديا الميناء حيفا بالعراق عبر شركات دبي أو موانئ دبي العالمية هنا صحيح نتحدث عن أهداف اقتصادية بشكل تام لإسرائيل ولكن من خلفها الولايات المتحدة الأمريكية أليس هذا يضر أيضا بالمصالح الاستراتيجية للدور الحيوي لموسكو في المنطقة وهنا نتحدث ما هي الاستراتيجية لموسكو لمواجهة ذلك أو أين تتموضح كذلك أنا أتفق أن هدف هذه الضربات ليس فقط احتواء إيران ورغبة إسرائيل بتقليل دور إيران في المنطقة وفي سوريا بالذات هناك أهداف اقتصادية وهي متعلقة بمشروع قناة بن جوريان وأيضا متعلقة بدرورة تطوير لاحق لميناء حيفا والتعاون ما بين إسرائيل والصين حتى في هذا الشأن وليس فقط الحديث عن التعاون الإسرائيلي وامريكي فكل هذه الأهداف هي موجودة ولكن لا تطلب من روسيا أن تكون سوريا أكثر من سوريين أنفسهم الكلام دكتور فيصل هو مثير للشعور وهو يعبر عن مزاج الناس صحيح ولكن هذا الكلام هو شعبوي فإذا كنا نتحدث حول روسيا كدولة كبرى فلابد من تأخذ بعين الاعتبار موازين القوة وأيضا حساباتها متعلقة بالأزمة في أوكرانيا متعلقة ببدء المحادثات أو مواصلة المحادثات مع أمريكا حول أمور استراتيجية فروسيا لا تستطيع أن تحمي سوريا كلها وهذا دائما ما تقوله روسيا لديها مواقعها لديها قاعدة حميميم وقاعدة ترطوس وهناك مضادات روسيا تحميها أما من أجل حماية سوريا فهناك مضادات سوريا وروسيا ساعدت سوريين روسيا قامت بتقديم مضادات S-300 وبتدريب تواقم سورية التي تعمل على هذه المنظومة ولكن على السوريين أنفسهم يدافع عن بلادهم روسيا تفعل كثيرا وروسيا فعلت كثيرا ابتداء من سنة 2015 وخمسة عشر عندما غيرت موازين القوة وممكن نقول روسيا التي أنقذت سوريا وحافظت على سيادتها وروسيا أيضا الآن تعيد تحاول إعادة وحدة الأراضي السورية ولكن أكثر من ذلك روسيا لا تستطيع هذه هي شراكة وهذا ليس انتداب روسيا ولا مرة الحمد لله ما كانت دولة مستعمرة وروسيا تنظر لسوريا كلا شريكة على السوريين أن يفعلوا أكثر مما هم يفعلونه الآن أستاذ فيصل روسيا لا تستطيع حماية كل سوريا كذلك ساعدت بمنظوماتها الصاروخية التي أعطتها إياها في حسابات كما قالت نحن نتحدث عن دولة عظيمة بموزين قوى بحسابات بمصالح لها ودور حيوي في المنطقة ولكن أيضا بالرسائل الإقليمية أريد منك يمكن تعقيب على ما ذكرت سيد إلينا أن يتزامن العدوان الأول مباشرة بعد الجولة السابعة من محادثات فيينا مع إيران واليوم يأتي هذا الهجوم وهذا العدوان مع تقدم كما يقال ويتم التداول به على صعيد رفع العقوبات بمفاوضات فيينا اللا الإيرانية وهذا ما سمعناه على لسان وزير عبداللهيان وكذلك كبير المفاوضين باقري كني كيف قرأ حلفاء دمشق نتحدث الآن عن محور المقاومة وليس فقط عن حلف استراتيجي ما بين روسيا وسوريا يعني عن حزب الله وعن تهران هذا الاعتداء وأي قدرة لديه للتحرك بأخذ زمام المبادرة في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي يعني علينا أن نقر ونعترف أن ما تفضلت به السيدة من موسكو سبونينا نعم نعم السيدة من موسكو وأنا أتابعها يعني ليس بالضرورة أن يكون محل اتهام لروسيا وأن المطلوب بالروسيا أن تمارس دورا استعماريا أو دورا انتدابيا نحن نتحدث عن حلف قائم بين روسيا والسوريا منذ الخمسينات من القرن الماضي لا نتحدث عن حلف مستجد لا نتحدث عن أمر الآن حدث في الـ 2015 علما أن روسيا عندما تدخلت في سوريا تدخلت إلى جانب دولة كانت خاضت الحرب منذ 2011 إلى الـ 2015 فقط بالاعتماد على الحليف الإيراني وعلى حليف حزب الله اللبناني وكانت روسيا لا تزال في موقع الدعم السياسي في مجلس الأمن وفي المنظمات العالمية والدولية وعندما دخلت روسيا إلى جانب سوريا في هذه الحرب لم تدخل وحيدة بل كانت أيضا إلى جانب حلفاء لم يتركوا سوريا أي لحظة حتى هذا الحين يعني لم تغادر إيران سوريا لم يترك حزب الله سوريا ولزال الجميع في حلف واحد في الدفاع عن سوريا لكن الواضح أن هناك في الفترة الأخيرة أن هناك تفاهما حدث ما بين غرفة عمليات مشتركة أن تكون روسيا صاحبة السطوة الأساسية في الموضوع القرار السياسي فيما له علاقة بالقرار السياسي ليس على حساب القيادة السورية بل إلى جانب القيادة السورية بمعنى أن الإيراني حاول أن يعطي الروسي مساحة أوسع فيما له علاقة بالقرار السياسي العام باعتبار أن روسيا أيضا لديها هذا الواقع الدولي كما أن الإيران لديها الواقع الدولي الآخر مع المجموعة الدولية فيما يتعلق بالمفاوضات هذا لا يعني أن المطلوب من روسيا كلما حدث أي شيء أن تكون هي الحامي عن سوريا الموضوع أن تكون حامي عن سوريا شيء وموضوع أن يكون العدوان الإسرائيلي متكرر وروسيا ترتبط بعلاقات متميزة مع إسرائيل وهي التي تقول هذا الأمر لست أنا من يقول هذا الأمر يعني لا يمكن أن تكون مع سوريا بعلاقات متميزة ومع إسرائيل بعلاقات متميزة وتقوم إسرائيل بضرب سوريا وأنت تتفرج دائما ثم تقول لي أنه مطلوب من سوريا أن تحامي عن نفسها أو أن تحمي نفسها ولكن كانت واضحة أستاذ فصل سيدة سبونينة قالت هي دولة كبيرة لديها الحسابات لديها المشاكل أخرى لديها أوكرانيا جيد جيد ليس مطلوب منها قلت أن مراعاة عند كل اعتداء بأن ترد روسيا أنا ما أقول هيك أنا أقول في موضوع التفاهم والتفاهم القائم بين سوريا وروسيا طيلة السنوات الماضية قد يكون إلى حد ما بات مقنعا لكثيرين من الناس لكن هذا الأمر الآن قصف مرفأ اللاذقية الحيوي ليس موقعا عسكريا ليس قافلة عسكرية ليس شحنة أسلحة هذا تدمير ممنهج لكل القطاعات الحيوية وروسيا من مصلحتها أن يكون لديها دورا حيويا في المياه الدافئة في المنطقة هذا ما الذي يعنيه؟ أنه ضرب أيضا لكل الطموحات الروسية طيب كيف ممكن أن تأتي روسيا إلى لبنان على سبيل المثال؟ ولبنان الذي يقع تحت المظلة الأمريكية سياسيا ودوليا وتاريخيا وتأتي بعرضات فيما له علاقة بالكهرباء وهي تعرف أن لبنان على سبيل المثال يعني في مكان سوق تنافسية بينها وبين الكثير من الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية فيما أن روسيا لديها الجائزة الكبرى في سوريا على كل المستويات إلى جانب الصين يعني لحيث لا منافسة لهما على الإطلاق فهذا يحتم على روسيا من وجهة نظري ومن وجهة نظر الذين يشتغلون بعالم الاقتصاد والوظائف الحيوية إذا ما قلنا أن هذا الأمر له علاقة بالربط الموانئ بالمنطقة بالمياه الدافئة بنقل الغاز له علاقة بما يتحدث عنه من طريق الحرير الجديد له علاقة بربط السكك الحديدية بين العراق وإيران هنا يتحدث عن الموقف الذي له علاقة بكل دول المحور طيب دول المحور هذه التي نتحدث عنها نحن عمليا نوسع الدائرة مجازا لكن هذه الدول عمليا هي دولتين فقط سوريا وإيران العراق على المستوى الرسمي هي ليست دولة محور هي دولة وسيطة فيها كتائب مقاتلة كما هو الحاصل في لبنان مع حزب الله لكن ليسوا أصحاب القرار لا حزب الله صاحب القرار في لبنان على المستوى الرسمي ولا الحجد الشعبي هو صاحب القرار في العراق عمليا دولتين المحور التي نتحدث عنهما عمليا هما إيران وسوريا وبقية عناصر هذا المحور هم أصدقاء أو عناصر مقاومة سواء داخل فلسطين أو داخل العراق أو داخل لبنان وعمليا هم في العموم يحتاجون إلى الموقف الروسي والصيني باعتبار أن هذا المحور يواجه السياسات الأمريكية في المنطقة ويواجه المشاريع الأمريكية في المنطقة أنت الآن تقدم الإغراءات لروسيا تقول عليها أن تستثمر اقتصاديا أكثر لكسب هذا الدور اللجي استراتيجي في المنطقة انطلاقا من سوريا لست أنا من يراغبها روسيا هي التي قدمت عروضات متعددة في المنطقة وهي الحاضرة قدمت عروضات للعراق قدمت عروضات لليبيا قدمت عروضات حتى للسعودية روسيا من مصلحتها أن تتوسع وأن تخرج من الإطار التقليدي على مستوى حتى التسليح العسكري لهذه الدول من الواضح أن الفيتو الأمريكي الذي وضع أمام السعوديين قد خسر الروس صفقات كبيرة من الأسلحة كان من المتوقع أن تتم إذن عامل التنافس وعامل المواجهة الدائم الموجود بين الروسي والأمريكي نأخذه بعين الاعتبار لكن أيضا على الروسي أن يفهم تماما أن ما يثار من أسئلة هو ليس بالضرورة أن يحمل السياسة الروسية أكثر مما تحتمل لكن هذه الأسئلة تأتي من صديق وتأتي من حليف وتأتي من محب أنا لا أقول أن الروسي سيكون سوري وأن الروسي سيكون حزب الله وأن الروسي سيصبح إيراني بالتأكيد روسيا لديها حسابات كما للآخرين حسابات لكن أتحدث هنا عن عمق هذه التحالفات عن عمق هذه الصدقات باللحاظ الزمني وليس باللحاظ الآني نحن نتحدث عن علاقة ما بين سوريا وروسيا لم تذهب سوريا إلى دولة أخرى غير روسيا وغير الاتحاد السوفيتي في كل تاريخها سيدة سبونينة ولكن بعد هذا الفصل خصوصا فيما يتعلق وأنك ذهبت أكثر بالأهداف الاقتصادية وهنا بالبعد الاقتصادي ولخلق هذه الطرق التجارية البديلة كما يقال عنها والتي تضر بالولايات المتحدة الأمريكية ومكسب للقوى الكبرى ونحن نتحدث عن طريق الحرير والمياه الدافئة لروسيا وطريق الحرير للصين ولكن اسمحوا لنا مشاهدين الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير الآن من بعد نعود لإستكمال المسائية لا تذهبوا بعيدا لو سبحتوا من جديد أهلا بكم في المسائية الاعتداء الإسرائيلي على مرفأ اللذقية غرب سوريا هو الثاني الذي يستهدف خلال شهر واحد ساحة الحاويات التجارية في المرفأ برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط يعتقد بعض المراقبين أن ميناء اللذقية قد يكون أدخل في الصراع السياسي أو ضمن صراع استراتيجي سياسي الاقتصادي في إطار إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة أو ما بات يعرف بحرب الموانئ بعد إخراج مرفأ بيروت من دائرة المنافسة تؤكد دمشق أن ما يجلس تهدافه هو حاويات ومنشآت مدنية وتجارية فيما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف المباشر بمسؤوليته عن هذا الاعتداء نعود ونرحب بضيوفنا في مسائية الليلة دكتور تحسين الحلبي من دمشق السيدة إلينا سبونين من موسكو وأستاذ فيصل عبدالساتر هنا في السيديو ألم يدين أستأنف الحوار معك دكتور تحسين الحلبي بما تفضلت به قبل قليل السيدة سبونين عن رؤية واستراتيجية موسكو انطلاقا من سوريا في المنطقة ويمكن ما قدمه من عتاب الحلفاء أيضا الأستاذ فيصل عبدالساتر ولكن اسمح لي أن أفهم منك هل تدرك إسرائيل ونحن نتحدث عن الساحل السوري بالأهداف الاقتصادية والبعد الجيو بوليتيكي له حينما تضرب هذا الميناء وأيضا لما يتم الحديث عنه بربط ميناء اللاذقية بميناء البصرة في العراق وميناء الإمام القويني في إيران وأيضا ما يتم الحديث عنه بالمقابل خطط أمريكية يعاد إحياء حلم قناة بن جوريون بموازات أو كبديلة عن قناة السويس يعني دون أدنى شك إذا شخصنا الواقع بشكل موضوعي سنجد في الحقيقة أن كل عمل عسكري روسي ضد المجموعات الإرهابية كان يشكل نوعا من الاشتباك غير مباشر مع المخطط الإسرائيلي بل المباشر مع المخطط الإسرائيلي لدعم الإرهاب ثم ثانيا أي ضعف يمكن أن يعتري القدرة السورية على مكافحة الإرهاب يمكن أن يشكل أيضا نوعا من القلق الروسي إذن هذه المعادلة الكاملة كيف تريد إسرائيل أن تخرقها؟ في الواقع هذه الغارات أيضا من أحد أهدافها هو زرع بذور الشك في عملية التحالف الروسي السوري الإيراني يعني إسرائيل من مصلحتها أن تبتعد روسيا عن دورها هذا في مكافحة الإرهاب وعن دعمها للجيش العربي السوري لا أحد يشك أن روسيا قدمت صواريخ وأسلحة ومعدات قتالية الجيش العربي السوري يقاتل بأسلحة روسية إذن كل هذه قطعة تبديل من روسيا لكن هنا تكمن المسألة في الميدان حين تقوم إسرائيل بمثل هذه الغارات فإنها في الحقيقة تشتبك مع الهدف الروسي للتخلص من الإرهاب إذن هذا يستتبع نوعا من القلق الروسي على الجميع في هذه المنطقة الآن في المسألة الاقتصادية واضح تماما أن روسيا لو كان بوسعها أن توسع دائرة الطرق الاقتصادية والوسائل مع سوريا لما توقفت لأن كل ما يجري الآن في سوريا من ضعف في مسألة قانون قيصر والحصار ومحاصرة الدول التي تتعامل مع سوريا بأي عمل اقتصادي تجاري كل هذا أيضا يمس روسيا ولا شك أن روسيا تدرك ذلك لكن كيف يمكن أن نخرج سألتني قبل ذلك كيف يمكن للقيادة السورية أن تتجه نحو التخلص من كل هذه الأعباء لا أحد يشك لا روسيا ولا إيران ولا حزب الله ولا كل حلفاء روسيا بأن سوريا تبدل أقصى قدر من جودها من أجل إعادة الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار لكن الهجمة واسعة ومتعددة الانتجاهات والأهداف على سبيل المثال أي ضعف في الاقتصاد السوري أي ضعف في الكهرباء أي ضعف في الوصول الوقود يؤدي إلى أعطاء نوع من التبرير للدول التي لا تريد للاجئين السوريين أن يعودوا إلى سوريا من تركيا إلى الأردن إلى لبنان لبنان يحاول أن يعيد اللاجئين بأي شكل لأنهم يشكلون عبءا عليه خصوصا مع هذه الأزمات التي يعيشها الآن لكن الغرب هو الذي يمنع انتقال اللاجئين ثم يريد هذا الغرب أن يظهر سوريا وكأنها عاجزة عن إعطاء أي غذاء أو أي حياة مستقرة أو أي إعادة بناء للاجئين هذه حرب واسعة النطاق وبتقديري الكل يجب أن يشارك في مواجهة هذه الحرب بقدر مسؤوليته وبقدر ما لديه من إمكانات الكل يعول سوريا تعول وإيران تعول على روسيا دون أدنى شك ولا أحد يمكن أن يزعزع الثقل المتبادلة بين القيادات الثلاث الإيرانية والروسية والسورية لأن إسرائيل هذا ما تريده ولذلك تستهدف اللادقية قرب طرطوس حيث توجد قواعد عسكرية للجيش الروسي للبحرية الروسية وأيضا قرب أحميميم إذن لماذا هذا الاتجاه الآن وللمرة الثانية كما قال الدكتور عبد الساتر خلال أسبوعين لكي تزرع نوعا من بذور اسفين في تلك العلاقات لكن هذه العلاقات أمتن من أي إمكانية أن تنجح إسرائيل بضربها وهنا أسمحني دكتور الحلبي أن أفهم يمكن من السيدة سبونينا انطلاقا من عتب الحلفاء سيدة سبونينا يعني ما يريده الغرب وهنا أتحدث حتى بالبعد الاقتصادي لسوريا وحلفائها وبالتأثير والنفوذ الروسي في المنطقة هذا الغرب وإسرائيل يريد قطع أي أوصال لأي تكامل اقتصادي بين هذه الأطراف المتحالفة في انفراد إسرائيلي يمكن بشكل أو بآخر بالمنافذ البحرية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية هنا ممكن أن تلعب موسكو الدور الحاضن لهذه الدول ولسيما بما تقدم به أستاذة فيصل عبر المزيد من الاستثمارات والهدف الأساسي نهوض سوريا اقتصاديا وهذا ينعكس مباشرة على موسكو ودورها الحيوي في المنطقة أنا أتفق بأن الدور روسيا الاقتصادي هو مطلوب بشكل أكثر وأتفق مع الطرح أن الدور روسيا لازم أن يزيد أكثر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي موسكو كانت شبه غائبة في منطقة الشرق الأوسط روسيا بدأت أن تعود وعادت ولكن هذا الوجود غير كافي فأكيد أن القيادة الروسية تفهم ذلك ولكن هل التحقيق هذا الأمر يمكن بالسهولة؟ لا أكيد لا أن منطقة تعيش فترة الاضطرابات وهذه الفترة ستطول والتنافس ما بين دول مؤثرة أيضا هو التنافس حاد العلاقة ما بين الحكومة الروسية والحكومة الإسرائيلية الحالية هي رسميا كأنها جيدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفط ليبانت قد زار مدينة سوشي منذ بدأة أشهر والتقى برئيس بوتين ولكن أكيد أن البرود المعينة هي موجودة الآن في العلاقات لا توجد هناك نفس الكيمية مثل ما كانت في أثناء وجود نتنياهو في الحكم في إسرائيل وحتى في أثناء وجود نتنياهو هذه الضربات الإسرائيلية كانت تصير عدم الارتياح لدى روسيا ولكن الآن هذا الأمر سيكون أصعب بكثير فنعم دول روسيا هو مطلوب روسيا تفهم ذلك ولكن علينا أن نفهم أن الصعوبات هي متعددة فللأسف الآن نحن في المرحلة عندما لا تأتي الرياح كما تشتهي السفنه وهذا كيف ينعكس أستاذ فيصل بدقيقة ونصف على صياغة التوازنات الدولية والشرق أوسطية لإذا ما ذهبنا أمام صعوبات ومعوقات كما تقول بطموحات هذه الأطراف ضمن المحور المعادي أو الذي يأخذ بشكل موان لسياسات الغرب في منطقة الشرق الأوسط طبعا المسألة لا تسير في المنطقة في خط واحد هناك خطوط متعددة نرى المفاوضات ما بين إيران والمجموعة الدولية نرى التهديدات والاستعداد والجهوزية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية نرى التهديد استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كل هذا يعني يجعل هناك الكثير من الأسئلة هل المطلوب من هذه المنطقة أن تكون هي حق للاختبار أم أن التفجير سيكون في مكان آخر أم أن هناك ميل ما إلى توحيد الرؤى فيما له علاقة بإيجاد تسويات كبيرة في المنطقة في وقت يتحدث فيه كثيرون عن أن هناك مسار تسويات وإلى آخر لكن الواقع الفعلي أن مثل هذا العدوان الذي حدث فجر اليوم على سوريا يعيد خلط الأوراق بشكل كبير كما أن أنه مسموح للعدو الإسرائيلي على المستوى الدولي أن يفعل ما يشاء يهدد يتوعد يفعل ما يفعله في الداخل الفلسطيني لا أحد في هذا العالم يتحدث بأي شيء لا بل على العكس من ذلك أن بعض الدول تذهب إلى تأييد العدو الإسرائيلي فيما يقوم به وإذا ما قمت بأي شيء يقولون لك أنت تهددين الاستقرار والسلم في المنطقة هذا نوع من الأجوبة التي طرحتها السيدة من موسكو أيضا يفرض علينا إيجاد مناخات مختلفة تماما المسألة ليس لها علاقة بأشخاص سواء نتنياهو أو بنت أو باراك أو غير ذلك المسألة فيما تقوم به إسرائيل في المنطقة فيما تريده إسرائيل في المنطقة فيما تخطط له إسرائيل في المنطقة وهي التي تشكل أكبر عامل التهديد للاستقرار في هذه المنطقة هل روسيا ستبقى متفاهمة لهذا الأمر تحت عنوان أن علاقاتها جيدة مع إسرائيل هذا هو سؤال محوري طبعا أنا لا أريد أن أكرر هنا وأقول أنه مطلوب بالروسيا أن تغير من طبيعة سياستها مع إسرائيل هذا شأنها لكن نحن نتحدث فيما له علاقة بالمصالح استراتيجية التي نأملها لروسيا ونريدها لروسيا لأننا وروسيا في خندق واحد في مواجهة السياسات الأمريكية والسياسات الغربية على الأقل وهذا يحتم علينا أن نصيغ علاقات خسابات مختلفة الموسيغ علاقات مختلفة المسألة ليس أن نكون جميعا في بوطقة واحدة يكفي أن أعطي مثال أن عادل عبد المهدي في العراق دفع ثمنا لأنه عقد اتفاقية كبرى مع الصين يعني عمليا يجب أن نفكر في مثل هذا الاتجاه هل المطلوب من سوريا أن تأخذ إلى مكان آخر أو نريد جميعا أن نبقي ونبقى نحن وسوريا في هذه المنطقة في حلف واحد في مواجهة الملات المتحدة الأمريكية شكرا أستاذ قيصر عبد الساتر شكرا جزيلا لك مدير مركز زادان للإعلام شكرا موصول لك دكتور تحسين الحلبي البحث في شؤون الإسرائيلية كنت معنا من دمشق وشكرا جزيلا لك سيدة إلينا سوبونينا المديرة لمركز آسيا والشرق الأوسط لدراسات السراتيجية كنت معنا من موسكو الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لهذه المسائية في أمان الله اشتركوا في القناة